السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في قناة جوا المطبخ مع روشة النهاردة هنعمل بودرة السحلة في البيت حلو جدا وطعم جميل وبيض كمان جمية حلوة معقولة مش زي بتاع البرة يلا بينا نشوف المقدير مع بعض معي فو السوداني اربع معلق كبار سمسم تلت كياس بانيني او اربعة كباية سكر بودر كباية نشا كباية كريم شانتي كباية رز مطحون وده انا عملته في البيت اه جبت رز لانا قاعته في الليلة كاملة في المية وبعد كده نشفته كويس وبعد كده رحت اطحنان ممكن كمان لو متاح ننتي جبيه من عند العطار بس انا عملته في البيت معي هنا كباية جوست الهند كباية لبن بودر اه دي المكونات بكلها بتاعت السحلة اه سهلة جدا هي مفيداش اي مشكلة هنحطهم كل المكونات دي كلها مع بعض ممكن كمان تستغني عن الفور السوداني لهم مش عندك بس اه هو طبعا اساسي السحلة بالسمسم ومع داشا اقولك تستغني عنه هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض ممكن كمان تحط تلت كاس البانانيا او الاربع بس مبقاش اقل من تلاتة لشان برضو طبعا بيديونه نكا كويسة وبكده السحلة بتاعنا يكون جاهز شايفين اعمل معي الكمية ديت وعمل الكمية تانية طبعا اه معي هنا بقى كباية ونص لبن اه هحط فيها معلقتين بودر من ان احنا عمليه دلوقتي عشان نجرب السحلة مع بعض هنقلبه كده انا نهر هادية شايفين هو دلوقتي السحلة معي جاهز وهو ورحته بصراحة جميلة جدا واتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم معي بقى كباية هنا صبنا فيها السحلة بتاعنا شايفين اكا هو ما عمل ازاي ورحته بصراحة جميلة جدا وطعمه وطحفه هتزيني بقى بسمسم عندك هتزيني بقى جوست الهند اه باي حاجة عندك هتزيني بيها او عندك كمان كطعموز باي حاجة هتحطيه على السحلة اه تشايفين عملي ازاي بصراحة جميلة طحفه وطعم وطحفه واجربيب ان شاء الله يعجبكم يارب تكون موصفة بتاعتي النهاردة عجبتكم اه متنسوش تدعموني اللايك وشير عشان يوصلوكو كل جديد السلام عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة